السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله متزوجة من 30 سنة تحملت الكثير وكنت سعيدة مع زوجي بتربية أبنائنا معنا قبل سبع سنوات اكتشفت علاقته وزواجه السري طبعا حصلت بيننا مشاكل وانقلبت حياتنا شك وفقدان الأمان واستسلمت للأمر الواقع دلوقتي احنا منفصلين تماما في منزل واحد منذ خمس سنوات ولكن نفذت طاقة التحمل عندي فهل يحق لي الرحيل دون أن أتحمل زنب خاصة وأنني أكملت رسالتي مع أولادي تخرجه وتزواجه ولك مني جزيل الشكر والتقدير وأنت كذلك أنا شايف في الحقيقة أن أنت قطعت شوت كبير جدا أن أنت قدرت تتجاوزي جزء مهم جدا جدا وهو التجاوز في مفردات الحياة لكن اللي فاضل بقى التجاوز النفسي وده أنا أقول لحضرتك تنعمله إزاي بس أنت دلوقتي بتقولي لي إيه؟ بتقولي لي أنا أنا ممكن أن جاوبك على سؤالك أنت بتقولي لي أنا لو ما قدرتش هيكون علي إثم يعني لو إن أنا رحلت أنت قصدك الرحيل يعني الطلاق طلب الطلاق لو أنا فاهم صح أنت عايزة ترحلي يعني عايزة تطلقي لو إن أنا رحلت أكون آثمة لا بس هل ده الأفضل وده الأحسن ليكي وليهم إحنا دلوقتي بأننا بالضبط خمس سنين وإحنا عايشين صحيح منفصلين بس إحنا عايشين يعني نقدر نكمل باقي حياتنا وإحنا جيدين عايشين بشكل صحيح أنا نصحتي في الحقيقة إن في الوقت اللي انت فيه ده العقل بيقول إيه في الحالة اللي إحنا فيها دي إن العقل بيقول إن إحنا لا نستطيع أن نعود إلى الخلف لكن نستطيع أن نصنع حياة أوسع في المستقبل أنت لو إنك قررت أنت مش قادرة تتحملي وعايزة تطلقي مين كسب إيه هتبقى أنت كسبت إيه كسبت إن أنت رديت كرمتك ورديت اعتبارك اللي عملت إيه يعني رفضت إن هو يتجوز علي ما أنت خلاص رفضت بس أنت عندك حياة عندك أولاد محتاجين لكم مع بعض عندك تفاصيل في حياتك لازم أقولها لحضراتكم عايزة أقول لكم بس حاجة أنا بقولي الكلام اللي أنا بقوله ده البعض عيقوله إيه إن هو بيبرر للأزواج إن كل واحد فيهم عايز يشوف يمشي ورى النزويته يروح يجوز أنا ما حصلش إنه ما قلتش كده خالص أنا ما أتكلم بخصوص الحالة دي ولزيك إحنا عندنا في الإرشاد الزواجي بنتكلم مع كل حالة بحالته فالحالة اللي قدامي دلوقتي بتقول إيه بتقول إن هي عاشت خمس سنين هو من سبع سنين اتجاوز كباس سري فهي عرفت بعد سنتين وهي من خمس سنين وهي قاعدة وعرفة ده بس عايشين في مكانين منفصلين في البيت بس هي صبرها نفد أنا متصور إن أنت صبرك نفد لو إن فيه عنف لو إن فيه نوع من أنواع المهانة لكن لو صبرك نفد لأن أنت بتكتر الآلام والأوجاع لا نصحت لحضرتك إن أنت محتاجة تديري مشاعرك ولو بتسأليني لو مشيتي لا لا تنصري في قبر تجربة ومحاولة لإدارة المشاعر وأقل مدة ممكن تحاول فيها تقولي إن أنت قدرت مشاعرك ففشلت أو على الأقل ستة أشهر وسنة عشان مدة الجواز اللي هي 30 سنة فعلى أقل تخديرك سنة كده تحاول تديري مشاعرك يعني إيه تديري مشاعرك تعيدي النظر في كل الأحداث اللي عندك يعني بدل ما أنت تشوفي إن هو لما بييجي عليك أو بييجي قبلك أنت حاسة إن هو جاي وشايله معاه لا حاول تشوفيه على إنه زوجك زوجك ومتشوفيهاش متشوفيهاش معاه هتقول لي ما أعمل إيه ما هو ده مش قادر أعمله صحيح ما إحنا هنتضرب بقى هنتضرب عشان نقول إن إحنا والله إحنا بزلنا ولا ما بزلناش وإحنا عندنا تمارين بتتعمل وبنقولها في الإرشاد الزواجي عشان إن الواحد يستحمل ده لا شك على فكرة بس خلينا أقول لا شك إن الشعور ده شعور صعب جدا 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 لكن مين قال إن إحنا عبيد لمشاعرنا مشاعرنا ده جزء بيمر علينا في حياتنا والحكيم كل الحكيم والمؤمن الحق هو الذي يدير مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب يعني إيه لا تغضب يعني ما تضيقش لا لا تغضب يعني لا تنفذ غضبك ولا يتسلط عليك غضبك يعني وكإني حضرت النبي بيعلمنا إن الغضب ده بالإرادة يعني إنت لما ييجي غضبك لما تغضب لو سبت غضبك ده يسيطر على تصرفاتك وعلى حياتك ده بيكون برضاك ده بيكون برضاك فلازم إنت تتخلص من ده فالزيك إنت بتسأليني أعمل إيه تفضلي وتعالي أنت وزوك حضرتك على مركز نتكلم نتكلم في إيه في إزاي أنت هتخفضي التجربة دي تجربة إدارة مشاعرك عشان تقدري تحفظي على تلاتين سنة زواج وتحفظي كمان على نفسية أولادك وتعيشي كمان ما حصلة أكبر منفعة ما حدش قال إن أنت عتحصلي حاجة خالصة من الأوجاع ولا من التراكم ولا من الدي ولا خالص بس مش كل واحد حسب وجع يسيب حياته لازم يدير الأول مشاعره لعل وجعه ده يفتح له باب من أبواب التغير اللي يخليه يجلب عليه خير كتير وهاسى أن تكره شيئا